صباح الخير جميعا اليوم إن شاء الله راح نحكي عن يعني هو آخر موضوع ضل عنا هو المفضحة كان فيه قبل بس أجلنا عشان نخلص موضوع الفايل واللي بده يحل الأسايمنت ويبدأ في البروجيكت الركارجن أو الركارسف فونكشن عندي بيجي مفهوم أو هو مفهوم إنه فونكشن بيستدعي نفسه وبيكرر وبيتكرر فأنا عندي هنا الركارجن أو الركارسف فونكشن هو الفونكشن اللي بيستدعي نفسه طيب كيف آلية عمله؟ نعطي مثال مباشر أنا لو عندي بدي أوجد مجموعة أو بدي أوجد مجموعة مجموعة من الأرقام عن طريق أو يعني بالفونكشن العادي لو حكيت له سم إنه وجد مجموعة الأرقام من صفر لعشرة شو عادة أنا باجي بعمل؟ باجي بحكي له إنتجر واسمي الفونكشن سم وهنا أن مثلا بدي أدخل لي خمسة بدي أبعث له خمسة أو عشرة أو خمستاش وجد لي مجموعة الأرقام من أن للصفر فأنا هنا بالفونكشن اللي تعودنا عليه باجي بحكي هنا عندي السم لو بدي أهلا مجموعة من الأرقام هنا إيش باجي بعمل؟ باجي أعمل إنتجر for loop for integer i تساوي صفر و i أقل من أو تساوي n لأنه بدي أن تكون داخلي و i plus plus وهنا شو باجي بحكي؟ بدي أعرف متغير sum integer بدي أسمي اسم غير اسم الفونكشن فبدي أخلي مثلا s و s تساوي صفر و بدي أجي أحكي هنا s زائد يساوي i مظبوط و في الآخر باجي بحكي له return s s فهنا رح يجي يبدأ من صفر لعند الان نفسها و يظل يجمع في الأرقام من الى و لو جيت هنا طبعت أشوف النتيجة مباشرة بدي أجي أحكي printf أحكي له هنا sum وبعمل placeholder وعندي back slash n وهنا باجي بحكي له باستدعي الفونكشن اللي هو sum بدي أوجد خمسي مثلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد اللي هتطلع خمسة زائد أربعة تسعة زائد ثلاثة اتناش زائد اثنين أربعة اتناش زائد واحد خمسطاش خلا نشوف النتيجة هان فهنا حكي له أنه sum 15 طيب لو أنا بدي أكتبه بطريقة ثانية غير الطريقة هاي اللي موجودة عندي اللي هي عن طريق الركرجن إنه من دون ما أستخدم for loop فالركيرجن هو أنا بيجي عندي بديل عن for loop طيب كيف بدي عن for loop إنه function بيظلي استدعي نفسه عدد من المرات يعني لو بدي أجي أنا هانا أرفض أو أسوع عمليت الركيرجن ما في عندي for loop عندي الشرط بدي أبدأ في الشرط إيش الشرط عندي؟ إنه n أكبر من صفر طالما n أكبر من صفر إذن بدي أظل أجمع أنا أنا قص أجمع فهنا عندي if n طالما n أكبر من صفر إيش أعمل هانا؟ إعملي return n زائد بدي أستدعي function sum لل n-1 فهاي استدعاء function نفسه هانا return طب return لا إيش؟ طلع رديت استدعيتي function كمان مرة بس هاي المرة شو بعثت له argument اللي هي n-1 طب شو بيعمل فيها في كل مرة؟ بيجمعها على مين؟ على n طب else عندي إذن مش مخلص أو إذا n وصلت صفر بحكي له إيش؟ return n رجع لي n نفسها في حال أنا خلصت n صارت صفر خلص رجع لي صفر ووقف الفنكشن لو جيت أنا هانا عملت run وأشوف الناتج طلع معي الناتج نفس الناتج 15 طيب كيف اشتغل؟ طيب أنا هانا عندي نفس النتيجة كيف اشتغل أو شو اللي صار معي هنا بالفنكشن؟ خليني نجي نشوف أنا هانا عندي الفنكشن في أول مرة تمام؟ لو جينا حكينا هانا الأول مرة إيش اللي كان عندي؟ اللي كان عندي إنه n زائد اللي هي n قيمتها مبدئيا أنا افترضي وديت خمسة فعندي خمسة زائد الصم ل خمسة ناقص واحد اللي هي أربعة تمام؟ هاي أنا عندي أول خطوة كانت في في عملية الفنكشن وهذا أول إشي تم تنفيذه طيب بعدين next يعني هانا أنا جيت حكيت لورتير طب هاي استدعت مين؟ استدعت الفنكشن نفسه معناها شو اللي راح يصير عندي؟ راح يردي تم تنفيذه الفنكشن كمان مرة شو بدخل عليه؟ بدخل عليه أربعة المرة هاي فبيجي هنا أربعة زائد صم أربعة ناقص واحد صح؟ هاي في المرحلة الثانية أنا رديت استدعته كمان مرة طيب المرة الثانية اش فيها؟ فيها n كدش دخلت؟ دخلت أربعة أربعة زائد الصم أربعة ناقص واحد اللي هي ثلاث فحيرد استدعي الفنكشن كمان مرة تمام؟ وإيش يعطيني المرة هاي؟ ثلاث زائد الصم للثلاث ناقص واحد طبعا لحد الآن أنا الشروط عندي متحققة عندي n أكبر من صفر فأنا هانا هيك أعطاني هانا وبعديها بدي الرد يكمل بدي يجي يعطيني إيش؟ استدعته كمان مرة ففي الاستدعاء هاد صار عندي ثلاث ناقص واحد اثنين فبصير عندي اثنين زائد صم اثنين ناقص واحد اللي هي هي تعطيني واحد طيب لساتني أكبر من صفر فبرد بكمل باستدعي بيجي بيحكي هنا استدعي لي لدي ايا كمان مرة الفنكشن وعندي بصير اثنين ناقص واحد واحد فبصير عندي واحد زائد صم واحد ناقص واحد اللي هي الصفر طيب بيجي هنا لآخر مرة عندي الفنكشن أنا بعثت له صفر صح؟ فهانا شو بصير؟ بيجي بيحكي صفر أكبر من صفر لا خلاص ما راح نفذ راح يجي هنا يرجع إيش؟ يرجع أن هل استدعي الفنكشن كمان مرة؟ لا خلاص مدام أنا وصلت لمرحلة ما باستدعي فيها الفنكشن كمان مرة راح أخذ القيمة هاي ريتيرن أن ليا بترجع لي إيش؟ صفر رجع لي صفر صح؟ الأن اللي هي أن أصبحت قيمتها صفر طيب هسا عملية الجمع بدأ تصير بشكل عكسي كيف يعني بشكل عكسي؟ بالبطر بيجي برجع أحنا الصفر إيش عندي هلا؟ إيش ناتجها؟ أو إيش ناتج سم لواحد ناقص واحد أو السم الصفر؟ صفر فبالتالي بيجي بحكي واحد زائد صفر تساوي إيش؟ واحد طيب هسا بيجي برجع على اللي بعده على اللي قبله عفواً إيش؟ اثنين زائد ناتج السم ناقص اثنين ناقص واحد اللي هي هاي ناتج تبعها واحد معنى هثنين زائد واحد يساوي كديش؟ ثلاث طيب هسا برد برجع على اللي قبله ثلاث زائد الصم ثلاث ناقص واحد هاي شو مجموحة؟ مجموحة إيش؟ ثلاث آخي إيشي فعندي صار ثلاث زائد ثلاث تساوي ستة وهانا بكمل نفس الإشي أربعة زائد ناتج هذا المجموع إيش هو؟ ناتج هذا المجموع ستة ستة زائد أربعة وتساوي عشرة وبيجي هانا عند آخر إشي هاي نتيجته عشرة وخمس زائد عشرة تساوي خمستاش وبرجع لخمستاش القيمة النهائية اللي بدي يرجع لي إيها واضح؟ فانهانا في كل مرة بيجي عندي بستدعي الفونكشن ببعث له قيمة مختلفة يعني أنا أول مرة دخل عندي بخمسة بعدين جيت حكيت له خمسة زائد أربعة الصم للأربعة فهانا شو بيصير؟ هانا صارت قيمة أربعة برد بيكمل أربعة زائد صم للثلاث طيب صارت ثلاث برد بيجي كمان مرة بتصير إيش عندي المرة البعديها بتصير ثلاث وهكذا حتى ينتهي الشرط هاض إذا انتهي الشرط ورجع لي خلص من دون ما يستدعي الفونكشن برد إيش بيجي الفونكشن برجع للعمليات اللي قبل وبوجد المجموع تمام؟ عندي هاي الفونكشن جيت عندي طالما الان أكبر من صفر الان بشكل مبدعي كانت خمسة تمام الان عندي خمسة طيب هذي أنا أول مرة سلعت الفونكشن ان كانت قيمتها خمسة ان أكبر من صفر نعم شو بيجي بعمل لريتيرن شو برجع ان زائد اللي هي خمسة زائد هاي في هاي أول مرة خمسة زائد الفونكشن إيش؟ الفونكشن نفسه رد استدعاء بس إيش نقص من واحد فصار عندي سم للأربعة تمام؟ فهذا هو المجموع اللي راح يصير عندي ان هاي أول إشي او لما نجد سلعت الفونكشن خمسة زائد سم الأربعة طيب سم الأربعة معناها رد استدعاء الفونكشن كمان مرة طيب شو صار هانا بهاي الحالي او شو صار بالنسخة هاي من الفونكشن اللي هي سم الأربعة هنفترض انه هانا هو نفس الفونكشن سم للأربعة للأربعة تمام؟ هذا هو الفونكشن استدعاء ليصم الأربعة؟ سم الأربعة هاذي ايش صار فيها؟ بتعمل أربعة زائد تمام؟ هاي راح تعمل أربعة زائد سم الثلاث أربعة زائد سم الثلاث طيب سم الثلاث هذه معناها أنا ردت استدعاءة الفونكشن كمان مرة طيب دروح نسخها كمان نسخها من الفونكشن نفسه شو اللي بصير في هاي المرحلة؟ هانا عنوان الفونكشن أو البراميتر اللي دخلت على الفونكشن هي سم الثلاث تمام؟ طيب هاي شو بترجع لي؟ بدا ترجع لي ثلاث زائد سم الاثنين ثلاث زائد سم الاثنين طيب سم الاثنين هي نفس الاشي أنا ردت دخلت كمان مرة على فونكشن حيوديني لوين؟ يوجد لي مجموع الاثنين وبعدين على فونكشن كمان مرة يوجد لي مجموع الواحد لحد ما أوصل عند صفر خلص بيكرر عملية الجميع يعني هانا ناتج الواحد ايش؟ صفر زائد واحد اللي هي واحد بعديها هانا الثنين اللي قبله مع اللي موجود حاليا هي الثنين وبرد بكمل بالترتيب يعني هاذا اخر اشي بعدين البوكس أو الفونكشن هانا وبعدين اللي قبله اللي هي هاي ثلاث زائد صم اثنين كدش كانت عندنا صم اثنين بجمعها على الثلاث الناتج تبع الفونكشن هاذا كله بيجي بيضيفه وين على هانا وهاي بترجع لاخر اشي تنيجي هانا عند خمسة زائد صم الاربعة ووجد للمجموع النهائي لو جينا للفاكتوريال بيعرف انه الفاكتوريال او مضروب الرقم اللي هو انا بدي احلوه عن طريق فورلوب انتجر i تساوي اخيرا نكتبها مباشرة بيعرف انه الفاكتوريال كل اللي بدي اياه عندي هنا فور انتجر انتجر i تساوي واحد بدي ابدأ من واحد واي اقل من او تساوي مثلا النفسها او الرقم نفسه x وعندي i بلس بلس وانا هنا بدي اعرف انتجر ف اللي هو فاكتوريال بدي ااجي هنا كل مرة ف ضرب يساوي الاي مشيكل احنا كنا ناخد امثلة المضروب الرقم انه الرقم نفسه بدي اوجد مضروب اللي هو من واحد للرقم نفسه اذا كان اربعة فهي من واحد اربعة فانا هنا اجيت عرفة f f تساوي بدي اعطيها قيمة مبدئية واحد فهي واحد ضرب واحد وبعدين ايش بيظل يكرر على اللوب اللي بعده ضرب واحد بعدين الاي بتصير اثنين ضرب اثنين بعدين ثلاث ضرب ثلاث واربعة ضرب اربعة فهذه هي اللي الفورلوب للفاكتوريال طب لو بدي اعمل الريكيرجين فونكشن للفاكتوريال خلينا اشوف الهيو عندي بالفورلوب بدي احول هاي الفورلوب لفاكتوريال لا عفوا لا ركيرجين فانا عندي هنا انتجر بس عندك i اقل او تساوي x اقل او تساوي f بدل x ولا لا لو هين احنا وين هان x عندنا مش معروفة او بعرف x صح بعرف انتجر x تساوي مثلا اربعة او بخلي اليوزر يدخل لي اياها طيب انا هنا لو بدي اعمل ركيرجين طيب بدي اجي فوق عرف الفنكشن انتجر عندي فاكت وهانا هيكون عندي الرقم نفسه اللي هو ان نفترض او بدي افترض خلي انو بدي افترض انو ان بس هنا ما انا اجي عرف الفنكشن بدي افهم الشروط او الكنديشنز تبعة اللوب انا عندي اللوب هانا من الى ايش اللي هو هكون من n لواحد تمام هاي عندي انتجر n خلصت تمام فاكتوريال انتجر n طيب بدي اجي تحت عندي هنا انتجر فاكتوريال وهاي انتجر n وهانا بدي انزل طيب بدل الفورلوب انا حكيت اول ايش بدي الغي الفورلوب بدي احط الشرط او بدي اخذ من الكنديشن ايش الكنديشن انها n هنا عندي f n اكبر من واحد تمام ليش لان انا مندي من واحد لن او من واحد لا اكس هنا طالما عندي n اكبر من واحد وهذا هو الشرط شو اللي بدي اعمله بدل أستدعي الفانكشن نفسه شو اللي بدي اعمل هنا او شو المعادلة اللي عندي هي f ضرب i صح? فهنا بدي اجيب المعادلة الي هي هاي نفسها f ضرب بس بديش اعمل اي انا ما في عندي اي شو اللي بدي اعمله بدي استدعي الفنكشن فاكت واغير القيمة اللي هي بده تصير ان ناقص واحد اها عفوا انا ما عندي معرفة اف هي نفسها ان شو اللي بدي اعمله انه ان ضرب هي هالمعادلة اللي فوق اف ضرب يساوي اي انا هنا عندي عندي الان نفسها الرقم نفسه الرقم نفسه اول مرة اربعة بدي اضربه في مين في اربع ناقص واحد في الثلاث تمام وبعدين ضرب اثنين ضرب واحد طب اذا انتهى اذا تحقق عندي او اذا صارت قيمة ان اقل من واحد هانو شو بدي اعمل ايلس بدي احكي له ريترن واحد حتى ما بديش يرجع لصفر لانه الصفر رح يرغي لكل عملية الضرب فانا هنا بدي ايش في النهاية يرجع لواحد فهذه لو جيت هسانة جربت عملت برينت اف خلاص بديش الاكس هاي جيت هانا مباشرة عندي هاي كوبي بدي استدعي الفونكشن وهنا بدي فاكتوريال فاكت عندي هنا هيا ال-functionee factorial بدي إياهنا للأربعة لأننا نتجة الأربعة قديش أربعة ضرب ثلاثة Linked-12、 ضرب 25 24、 ضرب واحد 24 فنتيجة الفاكتوريال للأربعة هي 24 دعينا أشوف فهنا الفاك أو الم確فة أعتني لنتيجة 24 فهنا Хорошо هي نفسي ال-Furope حولته أخذت الشرط وأخذت المعدلة تبعته شغلتين باخذهم الشرط اللي هي ان اكبر من واحد وايش المعادلة المعادلة هنا بدخلها في جملة اللي هي الان ضرب اي اي طبعا في الفوردو بالاي قيمتها بتتغير صح? بتكون واحد اثنين ثلاث اربعة او العكس. فانهانا ما دي استخدم اي هو المتغير نفسه بدي استدعيه اناقص قيمته. فانهانا اشي اللي بصير عندي كمان مرة? اول مرة راح يكون عندي اول مرة راح يكون عندي اربعة ضرب كديش? الفاكتوريال للثلاث. طيب هاي اول مرة. ثاني مرة بدو يصير عندي ثلاث ضرب فاكتوريال للاثنين. طيب اللي بعديها الثنين. ضرب فاكتوريال الواحد. فاكتوريال الواحد ايش بتعطيني? واحد ضرب فاكتوريال الصفر. واضحة هاي عملية استدعاء الفونكشن. انا مش كل مرة باستدعاء الفونكشن. فبالتالي عندي اربعة ضرب فاكتوريال الثلاث. هاي فاكتوريال الثلاث اجت هان. صار عندي ثلاث ضرب فاكتوريال اثنين. طيب دخل الفونكشن كمان مرة. صارت اثنين ضرب فاكتوريال واحد. كمان مرة على الفونكشن. صار عندي واحد ضرب فاكتوريال الصفر. فاكتوريال الصفر لما اجي انفذها شو بصير عندي? بيجي بلاكي الصفر اكبر من واحد لا. ما بتحقق. فاذا بايش برجعلي? برجعلي واحد. فانا هنا اخر اشي عندي. راح يرجع عندي واحد. ما في استدعاء الفونكشن كمان مرة. بصير عندي واحد. طيب واحد برجع هسا بعمل مضروب. طرح عندي ضرب. واحد ضرب واحد هنا واحد. طيب وبعديها الناتج هذا بيجي هان. اثنين ضرب واحد اثنين. وهانا بترجع ثلاث ضرب اثنين. ثوسا وستة. وهانا ست ضرب اربعة اربعة وعشرين. فهذه الطريقة العكسي اللي بيشتغل فيها.